هذا السفر النافيس الذي يعالج علماً جليل القدر عظيم الشرف علم مصطلح الحديث تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وقيد المجلس رقم ثلاثة المجلس الثالث من مجالس شرح متن التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي إقموثن ذو سقوة سنة ثمانمية وستة للهجرة أسجي ما يرضى ربي سبحانه أنكمل الأبيات أني نكون بضد الميذ البيت رقم ثلاثة وعشرين أسجي تكميلا البيت رقم أربعة وعشرين وما بعده أربعة وعشرين ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخر منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر البيت رقم ثلاثة وعشرين إذا سوين كان قد ثم سنين يشد غل أحاديث دروان الصحابة يتجمعن العلماء يتكتبين نسم حصام كامل الصحابة مخلفة أشحل دروان لكوكنني أنوى أصحبي إذ يروانا تصل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أديني من أبو هريرة ذنتسا أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيظهر بعد حين إلا أنس لسيدة عائشة إلا ابن عباس ابن مسعود عثماء بن عفان أرواية ذات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أديني من الصحابة جلسنت كوليون ذا شود يحفظ كوليون ذا شود يرفض في كولات أفض تواتر أول ذي اللفظ يون الحديث أثد يروي يون الصحبي سيوثن الصيغة ويظن نظن صيغة مباشرة أمثلنا بل كعشرة خمستاش يتفقون على الرواية في المبنى وياض يتفقون في الرواية في المعنى ويختلفون في المبنى لكن ثورة نكوني يديني يوال صدق فيلي أثن فهم الأقلاء نكونين قيمريون مثل يغل صدق فيلي المعنى نفهمي ولكن مرثم السيوظ كين التحمل والأداء مرثم السيوظ كوليون محارثي السيوظ إزمارا نفهم في المعنى ذيو ولكن ذي ثمسلائي ثمسلائينا المخلف ثمسلائي إذا غيس قرشي إذن الحافظ العراقي أماكن إذن تنقش العلماء وياض ثورة ذي قديت ثمسلائي في الحديث الصحيح مدينة ولم يعماه ولكن قلما أغذي سمسلائي في الحديث الصحيح إذاروان البخاري أكد مسلم وثين ديف دير لا ولكن ذي الفهم الألفية بالمناسبة ألفية العراقي جلال الدين حتى أنه مرث غرض ثانا وكتسا إذن تخلط الأبيات وثفاق دارا وثني لهم من السيوطي نغني العراقي ثمسلتا كيس قرشي تسيسين أماكن داقيت نقش وياض هل سؤال هل البخاري ومسلم جمع داك الأحاديث صحيحة وكيس سؤال يطرح مرث صحيح البخاري يعني كتاب جامع للحديث أتصل كتاب صحيح مسلم السؤال ذي قلنا المعني الأحاديث وياض أرصح نرى أثنى في السنن النسائي نغل المستدرك في الإمام الحاكم نغم وطل إمام مالك نغل الإمام الطباراني نغل الإمام أبي داود الجواب لا نثني يسين السن ودن نار ذا يغ صحيح من الأحاديث السعان غرف السن السعان المنهج السن ذا يغ مجمع كي نغ مثلا أتصغر الكتاب البخاري أحيانا أتفض رواية واحدة حديث واحد ولكن بسندين مختلفين وتحسب الحديث في المتن ذيون ذيون ولكن السند يختلف مثلا أتفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقى حديث عثمان إذن لا تفض المتن هو هو ذو ذو الحديث ولكن لانتس نثن الروايات واتس وحس لذلك يظن أكثر من سبع آلاف حديث أكثر من سبع آلاف ومتين حديث ذي البخاري ولكن إلا ذي سن المكرر وقى قنص المكرر يعني المتن مكرر وإن اختلف السند ولكن المتن مكرر إذن نود القرآن سبع آلاف حديث أكثر من سبع آلاف أدنيني لان ربع آلاف فقط صفيث الثالث وقاذ ايك زادن ذي المكرر أين ردنيني في البخاري في دين في ياض ولكن إثني أماذ البخاري أماذ مسلم أدن نار ذا يعجلا من الأحد الصحيحة لم يقل أحد منهم هذا الكلام الإمام ابن الصلاح نقل هذا الكلام والأئمة الآخرون مثل الإمام الحاكم في مستدركه نقل هذا الكلام على فقب الشاسية ذينة الأمور واضحات لأن الإمام البخاري في حد ذاته يسعى كتاب آخر ذي الأحاديث مثل الأدب المفرد في كل هنا روى الإمام البخاري في الصحيح يعني ذي كتاب الصحيح البخاري يشرح ابن حجر العسقلاني فتح الباري فكو لكن روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أكن تفتغ مثال النبي عليه الصلاة من ناد إنما بعثت لأتمم هذه الرواية في الصحيح عند أصحاب السنن ولكن في الرواية النظام ما شكراً ما شكراً ما شكراً إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولكن إثنائي مثلاً الحديث ما شكراً إسم في التكرر ولكن المتن هو هو ولكن السند يختلف ولكن الحديث لا إختلف في لفظ بمتنه إنما بعثت كيف كيف لأتمم كيف كيف مكارم ذاقي صالح بعد الأخلاق كيف كيف هذا والأحاديث كثيرة ولم يعماه ما معنى ذلك أي صحيح البخاري وصحيح مسلم لم يستوعب الصحيح من الأحاديث وقيل مقصود ولم يعماه يهضر تعرفني قرى ولكن المعنى يس لم يستوعب يعني البخاري ومسلم كلاهما لم يستوعب الصحيح ذشراً فهم هناك أحاديث صحيحة نجدها عند غيرهما بمعنى آخر لا يجوز أن نختزل الصحيح في اثنين فقط لا يجوز المستدرك نجدها 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 أنسل ورد لكن قال يحيا أحادي 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 العلماء قال أنه يرحب ربك ذي موثاً وأنه يرحب ربك ذي موثاً وأنه يرحب ربك ذي ذيراً في كوالس كثيراً كان كاذا يرحبني على كتب الفقه وكان قال صاحب الرسالة لكانه الزادر السياقة في همضان والرسالة ماذا فاهمت؟ السؤال لكم إبن الشفيع إما؟ ابن الأبي زيد القيرواني وقس عرس وقس عرس ماذا قد صغرت السياق؟ ما يلادي تمثلي في الأصل؟ المعنى يسد الشافعين؟ ما يلادي تمثلي في الفقه المالكي؟ المعنى يسد ابن أبي زيد القيرواني؟ لكي نغى مثلاً وقد ورد في الكتاب الكتاب ذي والربي إذا وردت الكلمة على الإطلاق أربين ألف لا ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه ولكن ما يلا في النحو؟ المقصود كتاب سيبا وإيه؟ كتاب سيبا وإيه؟ وهكذا ذاكي مدينة ورد لكن قال يحيا أنوا يحيا 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 هو محمد داما هو محي الدين الإمام النووي لذلك هذه المتون بقدر ما هي مفيدة ولكن فيها الغاز وفيها رموز إذن كنسمع ذاكي يحيا؟ المراد به النووي البر لم يفوت الخمسة إلا النزر أما ما هي البخاري والمسلم؟ المدينة لم يفوت الخمسة يقصد صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي ما هي مستدرك الإمام الحاكم ولا مسند الإمام أحمد بن حنبل ولا موطأ الإمام مالك ولا دفذيرا وياض طبعا نقاش علمي عميق دقيق خطر ثورة خدمني غرفان غرفان ليس ما يعني اسم دفذيرا وياض وصنفكينا القيمة لا ثورة تسلم المفاجآت ثورة تسلم المفاجآت لا لا إمام يحيا نقاش العلمي أرد ألم خمسة يعني أحاديث صحيحة وردت عند غيرهم ولم ترد عند هؤلاء يعني فاتتهم لم يستوعبوا جميعا الأحاديث الصحيحة بل وردت أحاديث صحيحة عند غيرهم وفي الحاديث عن هذه المسألة نقول بعض نعطيكم بعض الأرقام بعض الإحصاءات أكثر الصحابة رواية فانا وقال الساعة نسل ألف ذا سون خطر خدمين الحساب نانسان خدم ألف ذا سين الميزان أنويد يروان أكثر من ألف ثلاث سنسل أنزوير سي أبو هريرا أبو هريرا خمسالاف وثلثمية وربع وسبعين حديثا ميل البخاري البخاري الأحاديث صحيحة من غير المكرر أي بإسقاط المكرر بإسقاط المكرر نجد أربع ألف حديث ولكن بالمكرر أكثر من سبع ألف حديث الإمام الصحابي الجليل أبو هريرا وحدث يروات خمسالاف وثلثمية وربع وسبعين حديثا ما فائز ويد يوسين ذفيرس ويد يوسين ذفيرس في الرواية عبد الله بن عمر يعني أميسن عمر بن الخطاب ودني غالة عبد الله بن عمر أميسن عمر يعني سلواه المقصود ذميسن عمر بن العاص ولكن عبد الله بن عمر يعني بن الخطاب رضي الله عن الجميع يرواد دي المرتبة الثانية يساد ذويسين أبو هريرا يرواد خمسالاف وثلثمية وربع وسبعين ويد يوسين ذفيرس أشحال ألفين وستسمية وثلاثين عبد الله بن عمر ويد يوسين ذفيرس أناس بن مالك أتصد يروى عدد الأحاديث ألفين وميتين وستة وثمانيين ألفين وميتين وستة وثمانيين ميثي وضغ الأرقامة دسعة واثغ لأنه يعني باش الإنسان باش يحفظ هذا يسعى الوقت للكتابة سواء بنسبة للحضور أو لغير الحضور أو للمتابعون بالنسبة للمتابعين عبر وسائل النقل التكنولوجي أناس بن مالك يرواد ألفين وميتين وثمانيين المرتبة في سربعة أداسي مثل عائشة رضي الله عنها أشهل دروى عائشة بنت الصديق ألفين وميتين وعشرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ثروة ألفين وميتين وعشرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نكمل طبعاً نزمة الدروى عادية من الصحابة يعني دروى خمسين ستين صحابة عادي محسوبة بعد التحقيق محسوبة بعد التحقيق ويد يوسان ذي المرتبة في السخمسة بعد سيدة عائشة عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرواد آلف وستمية وستين ذايد يرواد ألف وستمية وستين جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يرواد آلف وخمسمية وربعين آلف وخمسمية وربعين ألف وخمسمية وربعين أبو سعيد الخدري أشحالد يرواد آلف ومية وسبعين آلف ومية وسبعين أربحن الوقت نتوقفو هنا لأنه تحسبن الصحابة كليون أشحالد يرواد لذلك لأن المكثيرون وقاذا كذ المكثيرون يرواوا أكثر من ألف لذلك الإمام الصيوط في ألفياته قال والمكثيرون في رواية الأثر أبو هريرة ياليه بن عمر إلى آخره وأناس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي إفكاثنيد الحافظ يعني الصيوطي وديفذيرا العدد يخذ مدى الترتيب يخذ مدى الترتيب بهذه الطريقة مدينة والمكثيرون في رواية الأثر أبو هريرة وبعدين ياليه بن عمر أكث الله صده ولكن لن تبحث أخرى تركز على العدد طبعا مع الترتيب والعدد مع الترتيب إذن أكثر من ألف ذكرنا بعضهم آخر من ذكرنا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع إلا ذا غيون القذي شويض اللي هو أحاديث الأحكام خطر تفضل كتاب صحيح البخاري نعم مسلم الإمام أحمد أو أي كتاب يجمع كل أحاديث ولكن لنت كتب متخصصة في علم في أحاديث الأحكام يعني أماكن دي القرآن الكريم آيات الأحكام قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربع الدين الثقي من آيات الأحكام في صورة البقرة الآية ماتين وخمسة وسبعين قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ثقي من آيات الأحكام بل هي أكبر آية من آيات القرآن ككل لها الآية ماتين وثنين وثمانين من صورة البقرة أماكن لنت آيات الأحكام لنت أحاديث الأحكام لذلك كين هناك كتب متخصصة في أحد الأحكام أذكر على سبيل المثال بعض هذه المصنفات إلى كتاب الإلمام كتاب رائع جداً إسمس الإلمام بأحاديث الأحكام إبن دقيق العيد وكي من روائع الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام إسمس الإلمام الإلمام بأحاديث الأحكام أشحل أحاديث دي جمع آلف أربعمية وثلاثة وسبعين حديثاً آلف أربعمية وثلاثة وسبعين حديثاً من أحاديث الأحكام إلا كتاب بلوغ المارام من أدلة الأحكام لمن؟ للحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في شرح البخاري شحل أحاديث دي جمع؟ أكثر من ابن دقيق العيد يجمعت آلف وخمسمية وستة وتسعين حديثاً آلف وخمسمية وستة وتسعين حديثاً والكتاب بقى الحمد لله نشرحيث دي جامع مسجد الشيخ الحداد دي عزاز قاع على ما درت قريباً سبع سنوات شرحنا آلف وخمسمية وستة وتسعين حديثاً كلها أحاديث الأحكام سواء في العبادات أو في المعاملات وفي غيرهما إلى كتاب الأوطار الإمام الشوكاني إلى كتاب الإمام وقيل لفس المؤلف اللي هو من دقيق العيد يسعى كتاب يسميس الإمام بأحد الأحكام إلا كتاب يسميس الإمام أكي يسميس الإمام ولكن داكي ما تشيب في الإمام في أحاديث الأحكام يعني هناك كتب أخرى يعني ركزت على أحاديث الأحكام في مثالة أخرى دايماً في السياق من باب الإنصاف من باب الإنصاف باستخدام ميزانين الميزان التاريخي والميزان العلمي شفوث من لي حوى أولاك باستخدامنا لميزانين الميزان التاريخي والميزان التاريخي والميزان العلمي هذا شو قصدها الميزان التاريخي يعني ذاكي كنت كلموا عن الموطأ هذا الموطأ سبق الجميع موطأ الإمام مالك ولكن سمحين أعطيه ملاحظة الوجهة لطلبة العلم أقول لهم عليكم باتباع المنهج العلمي والمنهج العلمي من سماته ومن خصائصه الحياد والموضوعية والتدقيق ندقق من ناحية التاريخية وندقق أيضا في استخدام الميزان العلمي في الصناعة الحديثية الفقراء يقول هو جطاسم توضيح ولكن أكتفي بهذه الإشارة يلا نروح مثل ميزان تاريخي نعود إلى مؤرخ من مؤرخي هذا الزمان اللي هو ابن خلدون ابن خلدون في كتابه المقدمة محروف أرخى للعلوم أرخى للعلوم يود التاريخ العلوم أما أصول الفقه أما العمران وغيرها علم الحديث إلى آخره وهو مؤرخ مؤرخ يتتبع الأثر بين قوسين من الشيوخ ابن خلدون سيد يحمد وذريس وإن في السمان في مؤمرت لذلك يقول الجيهان إله لا أخي هذا الجيهان في مؤمرت في معهد سيد عبد الرحمن يلولي لذلك الزاوية ثقال معهد سيد يحمد وذريس سيد الشياخ إقصغرني ابن خلدون وابن خلدون مرجع عالمي مرجع عالمي ذي شو دينا ميدي بضي الجزء الثالث الصفحة تسعمية وستوثلاثين وما بعدها أقرأوا هذه الفقرة قال ابن خلدون وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل يعني عند أهل العلم وعند أهل التاريخ وعند وعند عند أهل بلده فمنهم بالحجاز أي غرار كسف الحجاز مهبط الوحي مهبط الوحي عند ذي الحجاز لذلك بن قوسين الإمام مالك سعي أصل من أصوله في المذهب المدرسة المالكية اسمس عمال أهل المدينة عمال أهل المدينة لأنه عاش الصحابات هناك وهم كثر يعني من مصادره أقوال الصحابة نقل نقول الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا النقل إلا الحديث إلا الخبر إلا الأثر يعني مصطلحة كثيرة سيأتي باينها في وقتها ها ولكن هل أنت الأفعال هل أنت الأفعال إلى خدمان الصحابة وأفعالهم مصدر أفعالهم مصدر لذلك اسمس عمال أهل المدينة ابن الخلدون يركز يندف منهم بالحجاز ذا تفيد التبعض لأن الصحابة تفرق في الأمصار كما قال مالك حينما وطأ موطأه الخليفة ذي الوقت إنه يس نستنسخ الكتاب غددنا وضع ماذا غور صدنا في تفاصيل مهمة إنه يسا نخدم النسخ ونرسلها إلى الأمصار ونلزم الناس بها هذا هو القانون ملزم أين قلن دي الموطأ؟ يجهد ما شاء الله ذا ينرى طبقنا كوين سلمون دي الدوني فيلزم المسلمون بما ورد في موطأ مالك ولكن شو سينا الإمام مالك إنه يس إن الصحابة تفرق في الأمصار صحابة تفرق في المدينة المنوارة لأنه يقوم في المدينة من مدينة لأنه يذهب إلى المكان لأنه يذهب إلى الشام لأنه يذهب إلى المصر لأنه يذهب إلى العراق كوفاء مخلفا لذلك الناس كل واحد كل صحابي أخذ معه علما كل صحابي يبيض السموسني يبيض السموس الأحاديث ننفيس الله عليه السلم وميس لا إسلا يبيض السموس ما كمثورة إلا تكتفين إلا تساوي إلا أو لاش صافيك وليك يحفظ كان دايا يعتمدون وذكرنا فيما سبق عند علماء الحديث الضبط ضبطان حينما تحدثنا عن شروط صحة الحديث الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب إلا وين يشفوا بلاد مش فايز إلا وين لا لا إلا قثيروا ما يكتف هذا يكتف دقيق مور يكتفار ويشفارا يخاكا بخلافا إيمدان كليون القدرين ولكن ذي زي وسعينا للحلوى ياض أتسهل إن كان فلغن السم وذي حرزن ذي كذمرن السم ذي كان لذلك الإمام مالك نيسي إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار وكل صحابة أخذ مع علمين إلى آخر المهم القصة معروفة سيأتي بينها بالتفصيل في الوقت المناسب نكمل كلام ابن خلدون هذا شو دينا فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة كيف تفرقوا والكوفة من العراق طبعا البصة والكوفة في العراق ومنهم بالشام ومصر هذا كل كلام ابن خلدون والجميع معروفون مشهورون انداروحن سواسنن بقل كان ابن خلدون بالمناسبة كلام ابن خلدون سواء في لغته أو في دقة الضبط من الناحية التاريخية بسم الله ما شاء الله أذف الله سيعفو ربي ولكن مش دينا والجميع معروفون مشهورون ولكن شو دينا وفي أعصارهم فلننتبه جيدا لأن العلماء دينا ثورة كثيرة ليس ثورة في 1443 أصطفظة أذف 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 ما دينا وكانت طريقة أهل الحجاز هذا كلام ابن خلدون وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد الأسانيد يعني مرض عن فلان عن فلان عن فلان سعيشينا كن ميو السنن كوليون السنوائل ميو السنن أعلى ممن سواهم هذا كلام منصف وأمتنوا في الصحة وأمتنوا في الصحة أعلى ممن سواهم يعني في السنة وأمتنوا في الصحة ما دينا ابن خلدون لاستبدادهم أرى الكلمة دينار لتشددهم الإمام أحمد صاحب المسند استخدم كلمة تشددنا تشددنا استقفاليث اسخدما غرفال أرقاق تموصول هذه الصوت كانERام الأحزان أستغفالي كانERام الأحزان اغلال الأرقاق قد تشدد صحيح؟ في العالم هناك easy كانERام الأحزان أجل الان يمكنك أن تفعل ذلك مثلاً. يمكنك أن تفعل ذلك أيضاً. هذا ما يقول الإمام أحمد؟ يقول في الحديث إنه إذا تعلق الأمر بفضائل الأخلاق تساهلنا. الأخلاق يتصرف. وإذا تعلق الحديث بالحلال والحرام تشددنا. وقى كلام الإمام أحمد صاحب المسند. إبن خلدون أدو غلغة القرصة شو دينا؟ مدينة وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتنوا في الصحة وبعدين شو دينا؟ لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة يعني يتشددون هو أصلاً في رواية الحديث تقوذن. لماذا لم يكتبوا؟ تقوذن تقوذن لأنه سعان الإيمان سعان الخوفة الربية سعان سعان ينرسعناك وهو يضيط خلقي فياك أم بعد وتجافيهم عن قبول المجهول الحال يتجافون إذا كان واحد مجهول الحال يعني لا يعيرونه اهتماما خطر سقاراً خير أن نغلظ أن نجحر الأحاديث وليس كذلك وليس كذلك وليس كذلك يتجافون مجهول الحال غسل ما عند ربي صحان ربي يتجاج كل شيء ذهب الأحاديث وليس كذلك ولكن يموت والله حي لا يموت فهو السلام الدرس من أسماء الله الحي حي لأنه لا يموت حي لا يموت كل من عليها فان ولكن حياتنا نحن حياة مؤقتة فقط سياسة ذكات وعلى قلقاً سيذير حي ولكن سنموت جميعاً بعد ما ديننا السمحثي يتشددون في هذا الأمر لما؟ هناك وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك خيركاً ولد الدين كلش أدي الشم أين اللي يرى؟ إصحى بعد شو دينا؟ ذاكي نركز جيداً يناد وَسَيِّدُ الطَّرِيقَةِ الْحِجَازِيَّةِ بَعْدَ السَّلَفِ مُقْلَ الْأَدَبِ أَنْوِيذَ السَّلَفِ يمكن أن تقرر سيذير سيذير أجل جذوذ النغ يوكث مع مريني ثم يخذ من الشياء وأنه يخذ من الشياء وأنه يخذ سيذير خاطر تسقادارا صحاب ويحفظنا والربي تسقادارا صحاب ثموسني قرن السيدي أكا والذي الخضماء يرتشيوين قرن الثقبيل ويني فغانسكسسوذي واسينين مدناسي إلا قذي الشروثي هذا الشروثي كلش الشروثي يجي ماشي كان دي في اللاحظ نغذي تجارة ولذي القرية الشروثي يجيو ذي الخضماء مرة وعيد دينا بن خلدون وسيد الطريقة الحجازية اسمي دي أهضر عن أهل الحجاز واستبدادهم في كذا قبول في الشروط إلى النقل الحديث وكذا ولكن بعد السلف أنوي السلف ودي قرارة معناها لإمام مالك وريعي شاركو الصحابة ماشي دي الصحابين وريعي شاركو ذي التابعين ما فهم ولكن شو دينا وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف ولإمام مالك ولد بالمدينة وعاش بالمدينة وأفت بالمدينة ومات بالمدينة ودفل بالمدينة بالبقية ذي كان يقول إذن وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه انتهى كلام ابن خلدون من أراد التفصيل ما قرأته الآن وراد في الصفحة 940 وينيفغان تفاصيل أذيغال الجزء الثالث من مقدمة ابن خلدون الصفحة 936 وما بعدها نكمل البيت الأبيات 26 27 28 فراد نغال الفيات العراقي وفيه ما فيه لقول الجعفي أنا ويذي الجعفي ذي البخار سبحان الله مقل ذي البداية ذي البداية من في ذاك أنا كني شرح المتن ذا شو ميدي هذر في يعني في نعنان البخاري ومسلم إند محمد شو يقصد محمد محمد بن إسماعيل بخاري يعني إما لمقتضى ضرورة شعرية نغلي أنهم معرفة هكذا ولكن عنده أيضا لقب آخر اللي هو الجعفي الجعفي والإيمان بخاري وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف وألف بشو مدينة كي أحفظ منه عشر ألف ألف معناه ذاينك يحفظ البخاري يحفظ طاس البخاري يحفظ طاس ولكن ما شيء أكوينك حفظ دياروان أهلا إسخذ مغرفال يرس ذي منيس أم بعد وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري يقصدق الأحاديث الصحيحة والمكررة والمكررة الأسانيد والموقوفات خطروا كل كلمة توقع تحتاجوا إلى شرح لكي لا نثقل عليكم اليوم نرجع بعض المفاهيم بعض المصطلحات والألفاظ إلى وقت آخر الأحاديث الصحيحة والمكررة الأسانيد والموقوفات والمكررة أكثر من سبع آلاف وكيف البخاري وحدث ولكن ما إلا ذاين كان بإسقاطنا للمكرر أدنى فربع آلاف بدلل بيت رقم سبع وعشرين وعله أراد بالتكرار يعني ربما عدى الحديث الواحد المروي بسندين حديثين بسندين يعتبروا حديثين كما ذكرنا قبل حين لها وموقوف وفي البخاري باسمه يعني ذي البخاري كان ذي البيت وايض مباشرة البيت ثمانية وعشرين ذا شو دين أربعة الآلاف والمكرر شو يقصد منكس المكرر إذا أسقطنا المكرر أدقمنا أربعة آلاف ولكن صيغة البيت لا يفهم منها هذا الكلام ما رهي الضغر غاديني أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا ذا شو يبغاديني ما يلا نجمع أكو أحاديث البخاري المعنى أدنف أكثر من سبع آلاف أشو دين فوق ثلاثة ألوف معنى أربعة الآلاف ذكرها في الشطر الأول أربعة آلاف الشطر الثاني إنا دوال مكرر يعني إذا أحصينا المكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر ما إلا نكس الأحاديث المكررة أن فربع آلاف كان ولكن ما إلا نحصي المكرر ذا شو دين فوق ثلاثة ألوفا ذكروا معنى ربع آلاف زي ثلاث يسوي كم سبع آلاف ولكن الحافظ العراقي حراش لك دين كان ثلاثة آلاف السنة غلظاض أربع آلاف زي ثلاث آلاف يسوي سبع آلاف صفي وهي في الحقيقة أكثر ولكن سشقار نغد فوق ثلاثة البقي أسمي نحسب نوفا ميتين وخمسة وسبعين إكزاذ سبع آلاف صفي ما يمجم الأحد البخاري سبع آلاف وميتين وخمسة وسبعين ثورة أدفتايف الخلاصة مهمة ثورة نهضرت في البخاري نهضرت في البخاري ما زالنا ظرفيا إلى قد نحصو بعض الحقائق الحقيقة الأولى أن البخاري مدينة صحيحة البخاري لم يجمع جميع الأحاديث الصحيحة هناك أحاديث كثيرة صحيحة أوردها رواها غيره نقرأها في الموطع نقرأها في مسند الإمام أحمد نقرأها في مسند مستدرك الإمام الحاكم نقرأه في سنن الترمذي في سنن بن بن النسائي في سن ابن ماجا في سن أبي داود وغيرهم أيغر لكي لا نضيق واسعا تجي مسألة مهمة المسألة الثانية أن بعض الكتب لم تكتفي بالأحاديث ذكرت الآثار آثار الصحابة وآثار التابعين هناك يعني بعض الكتب فيها الكثير من الآثار هناك كتب عندها بلاغات وممن اشتهر بالبلاغات لهو كتاب الموطة للإمام مالك ولكن آخر حاجة نقولها في درس اليوم حينما نقرأ هذا المتن وهذا الكتاب الجميل إن شاء الله الألفية ابن مالك ألفية الإمام الحافظ العراقي سنقارنها أحيانا بألفية جلال الدين السيوط وبغيرها عند اللزوم سنقارنها إما تعميما للفائدة أو للإشارة إلى بعض اللطائف أو إبرازا لبعض المسائل كل ذلك سيرد إن شاء الله في المجالس القادمة إن شاء الله هو قدر أنمي الغرزة إن شاء الله ذي الدرس وَيَضْ جَغَوْمْ ثَلْوِيث أَرْثِمْ لِلِّيث سلام ربِّي فِي اللَّوَنِ أَرْثِمْ لِلِّيث أَرْثِمْ لِلِّيث أَرْثِمْ لِلِّيث أَرْثِمْ لِلِّيث